في ريف دمشق قضى بواسلنا على عدد من الارهابيين في حرستة بينهم اثنان من متزاعمي العصابات الارهابية هما اسام عمر الجبهجي واياد رحيم اضافة الى ارهابي يلقى بابي محمد الحشاش واخر يدعى بابي صالح كما تم تدمير تجمع للارهابيين في مزارع العب في منطقة دومة بما فيه من اسلحة ودخيرة والقضاء على عدد منهم بينهم عبد اللطيف الدبس فيما تم القضاء على عدد من الارهابيين في عربين بينهم احمد البقاعي وعامر الحاج الى ذلك واصل بواسلنا ملاحقة الارهابيين في المزارع المحيطة ببلدات الجربة والبحارية والقيسة وقضوا على عدد منهم بينهم احمد حجازي متزاعم احدى العصابات الارهابية وارهابي اخر يلقب بابي يزن في الامليحة تم القضاء على معظم افراد عصابة ارهابية الى شرق من شركة تاميكو لصناعة الادوية بينهم هيثم الحرستاني ومحمود التونسي الى ذلك تم تدمير مخبأ للأسلحة والدخيرة في بلدة حجيرة والقضاء على عدد من الارهابيين من بينهم محمد ديب البصال ننتقل الى ريف حلب حيث دمر بواسلنا مستوضعا يحوي كميات كبيرة من الاسلحة والدخيرة في المزارع المنتشرة بين بلدتين حيان وحريتان وقضوا على ارهابيين قرب مساكن البحوث على طريق الباب ايضا اوقعوا ارهابيين قتلى ومصابين قرب مبنى الزراعة ومركز شركة ام تي ان وفي محيط معمل الزجاج ومحطة وقود الخولندي وشرق مطعم سومر في محيط سجن حلب المركزي كما تم تدمير مستوضع اسلحة ودخيرة للارهابيين شرق معمل الحديد وجرافة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات قرب مطحنة الهاشم في محيط السجن وتم القضاء على ارهابيين ومنهم الاردني محمد المهندي وهو الملقب بضابط استخبارات الثورة كما تم تدمير سيارات ارهابيين بما فيها من اسلحة وذخيرة على طريق الاتارب حلب وكفرناها اما في حلب المدينة اشتبكت وحدات من جيشنا مع ارهابيين في دوار الحميدية ودوار المرجى ودوار بعيدين واسفرت الاشتباكات عن القضاء عليهم وتدمير اسلحتهم في درع قضت قوات جيشنا الباسل على عدد من الارهابيين في مزارع درع البلد عرف منهم اسامة حمد الخصواني وفي قرى وبلدات الشجرة والتسيل وسحم الجولان والشبرق ونافع وجملة تم استهداف اماكن وجود الارهابيين وايقاع اعداد كبيرة منهم بين قتيل ومصاب عرف من القتلى محمود عبدالله الحويجة وسفيان عبدالله السورياتي ليبيال جنسية ومحمود صدام الخالدي اردني الجنسية في خبب انفجرت عبوة ناسفة اثناء قيام عصابة ارهابية تابعة لجبهة النصرة بزرعها على احد الطرق لاستهداف المدنيين والعسكريين وعرف من القتلى ابو عمر الاردني اردني الجنسية الملقب بامير جبهة النصرة الارهابية اما في مدينة نوا فقد دمرت وحدة من قواتنا الباسل سيارتين بمن فيهما من الارهابيين اردني الجنسية